نظام التعليم الجديد حيث أعلنت دكتور طارق شوقي وزير التعليم في مؤتمر صحفي النهاردة ثم بعد ذلك في لجنة التعليم أو أمام لجنة التعليم في مجلس النواب تفاصيل استراتيجية التعليم الجديدة وتطوير التعليم سواء بالنسبة للمرحلة الثانوية أو بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال هذه الاستراتيجية للجزء الأولاني منها سيموله قرد من البنك الدولي بحوالي 500 مليون دولار القرد ده لتمويل المرحلة الأولى من هذا النظام النظام ده لن يشمل أو التطوير دلوقتي لن يشمل التعليم الفني لكنه سيبدأ بالتعليم حنبتدي بالسنوية العامة وبالتوازي حنبتدي برياض الأطفال قبل ما نسمع جزء من ما قاله الوزير النهاردة في المؤتمر الصحفي تعالوا نشرح لكم هو أي النظام الجديد اللي حيبدأ تطبيقه على طلبة أولى سنوي من سبتمبر 18 يعني خلونا واضحين كده احنا عندنا حاجتين بيتطبقوا السنة دي اللي هو من سبتمبر 18 نبتدي بنظام جديد جدا أو جديد كليتا من كي جي وان أو من رياض الأطفال ده النظام اللي حيتخرج ولاده بعد 12 سنة يعني ده النظام اللي من كي جي وان ده حيبقى نظام جديد خالص أي حد ولاده السنة دي بيدخله كي جي وان في مدارس خاصة أو في مدارس حكومية ما بتكلمش هنا عن مدارس الدولية بتكلم على مدارس حكومية أو مدارس خاصة أو مدارس قومية أو كل المدارس اللي تحت مظلة الدولة هيطبق عليهم اللي كل الأولادو اللي بيدخولوا كيشه جوانا هيطبق عليهم عزا نظام الجديد النظام تعليم جديد نبتدي بقى نروح للذي داخلين أولى سنوي السنتي ينحن عارفين عندنا أولى أو تانية أو تالتة اللي هدخلين أولى سنوي السنوي اسنة دول برضو هيطبق عليهم نظام جديد نظام امتحانات للسنوية العامة جديد ولكن بنفس المناهج يبقى احنا كده واضحين عندنا نفس المناهج فيه من أولى سنوي ولكن هنطبق نظام امتحانات مختلف لكن نظام التعليم نفسه هيتغير من طلبة كي جي وان اللي بيدخله كي جي وان 18 سبتمبر 18 العام الدراسي القادم تعالوا نشرح بقى أولا لطلبة السنوية العامة اللي دخلين أولى سنوي خلاص مش هيبقى فيه حاجة اسمها سنوية عامة أنا بتكلم هنا على أولى سنوي مش بتكلم على اولى سنوي ولا تالتى سنوي بتكلم على الداخلين أولى سنوي 18 سبتمبر 18 مافيش حاجة اسمها سنوي يا عام مفيش حاجة اسمها أمتحان موعد مفيش حاجة اسمها أمتحان رعب وامتحان الفزع اللي كلنا وانا من الأجيال اللي عاشت سنوي عامة كنا بالنسبة لنا كبوس يتسقط يتنجح يتجيب مجموعية ياتخشش التنسيق كل الكوابيس اللي كانت عندنا دي وبالتالي المفروض كمان بيبقاش فيه دروس خصوصية خلونا نشرح للناس بالزبط بالتفاصيل كده ببعض المعلومات ايه هو النظام الجديد نظام ده هيبدأ من سبتمبر 18 زي ما قلتلكم بيشمل كل المدارس معادة لمدارس الدولية لان دي لها النظام مختلف الطالب من اولى سنوي حتى تالت سنوي بياخد 12 امتحان 12 امتحان على 3 سنوات كل مادة فيها 12 امتحان بتحتسب فيها افضل 6 نتائج يعني مثلا في الماث في الرياضيات عندي 12 امتحان من اولى سنوي لتالتة سنوي في الرياضيات بيتاخد بيتحسب له احسن 6 امتحانات في هذه احسن 6 نمر ارقام او نمر جبهة وحنحاول نفهم من الوزير اكتر حول هذا الامر الادبي والعلمي بعد 12 سنه هيتلغي خلاص لكن دلوقتي لسه موجود دلوقتي احنا لسه في نفس النظام ولكن هذا التأسيمة بقى شعبتاي الادبي العلمي دي هتلغي بعد 12 سنه مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية او حتى امتحان موحد لانه الامتحانات كل المدارس وحنحاول نفهم اكتر في الموضوع ده هتكون لها علاقة بالمدارس والمناطق والامتحانات كلها على تابلتس تابلتس هتوزع على الطلبة وبيجي لهم الامتحانات على التابلتس انهم بيذكروا عليه وبيمتحنوا عليه مدرس الفاصل مالهوش علاقة بالامتحانات ربط المكافئات المعالمين بنتيجة طلاب الفاصل الغياب مهم جدا الحضور والغياب اساسي عشان بقى الطلبة والمدرسين اللي ما بيروحوش احنا دلوقتي حنعود لمدرسة طبيعية فيها الطالب بيروح المدرسة لازم تروح المدرسة لانك لو ما روحتش المدرسة وعندك المدرس هياخد الغياب لو ما روحتش المدرسة عندنا مشكلة لانك مش هتقدر تدخل الامتحانات هيتم التطبيق بالمناهج الحالية الى حين تغييرها وقولنا زي ما قلتلكم هنبتدي بالتابلت والكتاب في البداية تابلت والكتاب معنى لحد ما يتعود الطالب على موضوع التابلت مش هنسيب تابلت بس لكن هنعمل تابلت وكتابه علشان يبقوا مع بعض فما يبقاش صدمة مرة واحدة فالطالب مش متعود لان احنا بنتكلم على اولا سنوي هو بقاله عشر تسع سنين تسع سنين بيذاكر من الكتاب ففجأة يذاكر من التابلت ممكن تبقى مش مريحة بالنسباله ولكن ده اللي هنبتدي به التابلت والكتاب مع بعض زي ما قلتلكم التابلت هتكون هتوزع مجانا حيكون هناك انترنت فائق السرعة في المدارس علشان الولاد يبتدوا يشتغلوا على الانترنت الدولة هتؤمن على اجهزة التابلت من الضياء والتلف ولن يتم استرجاعها من الطلبة بنوك اسئلة وامتحانات هتكون على مستوى المدرسة وليس مستوى الجمهورية يعني الامتحانات زي ما قلنا لكم هتكون على مستوى المدرسة والمنطقة والمحافظات وليس مستوى الجمهورية ده بالنسبة للسنوية العامة نبتدي بقى لرياض الاطفال هنبتدي بقى مع رياض الاطفال نظام جديد تماما 3 مليون طفل هلتحقوا بالمنظومة الجديدة برياض الاطفال العام المقبل هيركز نظام الجديد هيدخل اللغات الاجنبية من الاول خالص والطالب يختار ما بين واحدة بين 3 لغات لازم هيتعلم لغة اجنبية من البداية يعني من KG1 يبتدي بقى يتعلم لغة اجنبية وطبعا ده هيكون فيه تدريب للمعلمين ومناهج جديدة لرياض الاطفال من العام المقبل ويبتدي تغيير المناهج اجتباعا اذا احنا بنتكلم على انه اللي موجودين دلوقتي في النظام التعليمي دلوقتي قبل أولى سنوي هيفضلوا زي ما هم لحد ما يدخلوا اولى سنوي سبتمبر 2018 حيطبق عليه نظام الامتحانات الجديد مش هسميه نظام التعليم الجديد لانه لسه مش نظام التعليم الجديد ولكن ده نظام الامتحانات الجديد اللي مش هيكون فيه بقبع السنوية العامة اللي هيكون فيه 12 امتحان على 3 سنين اللي هيكون فيه نظام الـ GPA الـ GPA اللي هو الـ grade point average اللي هو بناخد اعلى الارقام بناخد متوسط اعلى الارقام ومش بناخد ما بيبقاش عندنا امتحان واحد فاصل حاسم جامع قاتل زي ما كان السنوية العامة اللي بدخل ولاده KG1 او روضة اول صف خالص فيه النظام التعليمي ده بقى اللي هيطبق عليه النظام الجديد نظام التعليم الجديد